سلام عليكم مرحبا لمتسبعي قناة الحميدي إذن إن شاء الله هذا الفيديو هذا غدي نخصه للحديث على عتبة النجاح لأنه كين عدد كبير كيسولني علاش حال علاش غدي نجحوا هاد العام وحتى الوزير السيد سعيد أمزازي سول أحد البرلمانيين على عتبة ديال النجاح إذن إن شاء الله أنا من خلال هذا الفيديو غدي نشرح لكم كيف تتم العملية وغدي نعطيكم مقترح الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ على عتبة النجاح وغدي نعطيكم شكال الوزير تحديدا في هذا الشيء إذن تبعوا معي الفيديو باش إن شاء الله تفهموا هاد الأشياء كلها إذن مقترح الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ عتبة النجاح إذن نظرا للظروف القاهرة والاستثنائية التي عاشتها التلاميذ والتلميذات فإن المكتب الوطني يوصي بتخفيض عتبة النجاح استثنائيا ويقترح عتبة النجاح من قسم إلى قسم شحل غتكون غتكون على تمانية على عشرين يعني اللي جاب تمانية فهو رانجح اللي جاب سبعة فهو سقط طبعا تمانيات سعود عشر ومتا طالع الفقرة هم ناجحين ومن قلة من تمانية فهم سقطين ما قالوا اليهم ؟ أخر وعو ثاني أخر قالوا ما عتبت النجاح من مستوى إلى آخر هتكون على ثمانية ونص على عشرين من مستوى إلى المستوى تنقصد به مثلا قريتي التسعة وغطلع للسانكيام أو قريتي السادس وغطلع للسابعة صفي هذا هو من المستوى يعني المستوى إذن ولكن شنو قال الوزير هذا العتبة ديال النجاح إذن هذا فقط المقترح ديال جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ شنو قال الوزير عتبت النجاح قال لهم بأن نجاح التلاميذ من عدمه يعني السقوط ديالهم تبقى لمجالس الأقصام مجالس الأقصام هم ليتي تحددوا واش تلميذ غدي ينجح أو لم غديش ينجح إحنا غدي نشرحه دابا شنقصدو بهذا بهذا المجالس الأقصام أو شنو الاختصاص ديالها ومناش كتكون هاد المجالس الأقصام إذن الاختصاصات ومهام مجلس القسم هذا المجلس القسم كي ينظر بصيفة دورية في نتائج تلاميذ اتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم واخ نشوفو يعني شنو ما الاختصاص الأخرى تحليل واستغلال نتائج تحصيل الدراسي تحديد عمليات الدعم المناسبة الحالة أنه كان الدعم فمجلس القسم هو اللي تحدد يعني هذه المسألة هذه اتخاذ قرارات اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو سمح له بالتكرار أو فصلهم في نهاية سنة الدراسية وذلك طبعاً بناء على النتائج المحصل عليها واخ اذا دراسة وتحليل طلبات التوجيه توجيه اذا كان بعض التلاميذ اللي كانت تلقى مثلا متفوق في المواد العلمية في الرياضيات وفي الفيزياء وفي العلوم الطبيعية وكانت تلقى مثلا معمر الورقة الخاصة بالتوجيه أنه معمر مثلا توجه الأدبي اذا هنا هاد المجلس القسم كيف تدير توجهه وتشوف النقاط بأنها عالية يعني في المواد العلمية وتعطيه يعني توجه يمشي توجه علمي والعكس صحيح اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة وكما نلاحظ فإن القرارات الخاصة بكل تلميذ بالانتقال هذه المهمة أو التكرار أو الفصل يتم اتخاذها من طرف مجلس القسم وليس من طرف أستاذ واحد فقط ماشي أستاذ واحد هو اللي تيحسم في هذا المجلس ديال القسم بأنها تلميذ هدا واش غادي ينجح أو لما غاديش ينجح وإنما هناك واحد المجموعة من الأساتذة اللي تيحسموا فهذا القضية وتيقولوا طبعا الأساتذة التي قرأوا دك تلميذ ديال المواد كلها اللي تيحسموا تيقولوا بأنها تلميذ هدا واش يستهل أنه ينجح أو لما يستهلش أنه إنجح ده با غادي نرجع لكم المسألة ديال ديال العتابة إذا العتابة شكو اللي كيحددها تتحددها المؤسسة هاد المجلس القسم هو اللي كيحدد العتابة ديالها تلميذ ده مثلا في حالة مما أنه مثلا كانوا مثلا المؤسسة مجتهدة يعني فيها تلميذ يعني مجتهدين إذا العتابة طبعا غا تكون طالعة يعني مثلا غادي نجحوا إلى عشرة أو لحظة عش أو لا فهمت هي دونك هذي المسألة كيفش كتم إذا حتى لو زير من يسولوا وقالوا له يعني كيفش غا تديروا العتابة ديال النجاح ديال العام قالوا المسألة كتبقى يعني أو كترجع المجلس الأقسام هما اللي تيحسموا فهذا القضية ديال العتابة كيش حال غا تكون واش هتتلميذ هدا غا يقدروا يعني اي نجح يستهل أنه ينجح أو لا ما يستهلش صفي أتمنى حقيقة أن تكون المسألة مسألة واضحة لأن عدد منكم كيسيفت لك يقول لي أنا جيب 6.25 أنا جيب 7 أنا جيب 9 أنا جيب 10 واش غا تنجح لا ما يمكن لش نعرف واش غا تنجح أو لا ما تنجحش لأنها مسألة مسألة كترجع كما قلت لكم إلى المجلس القسم ديال المؤسسة ديالكم هما اللي غا يحددوا واش غا تنجح أو لا ما غا تنجح إذا إلا كان عندكم تشتساء خليه لي في التعليق وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله